اشتركوا في القناة وكذلك في المرض الماضيتي تكلمنا عن الزمان السواكين يعني وفعض الفوائز المتطلقون اليوم إن شاء الله ننظر سريعا إلى الطايدة هي مهمة من حيث التلاة والاضطراءة لكن عادةً يرى الإنسان يعني ما ينفعه حينما ينظر إلى نفس الشيء من حيث الحركات والسكانات ونحن نحن نحدد قبل أليس أن نحن نحن نجل لأننا أحكار نحن 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 نكتبه ترجمة نانسي قنقر 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 طيب كيف نحرك حركة الحرف الأول إذن عن قائلة تقول إذا جتمع ساكنات وكان الساكن الأول في آخر كلمة والساكن الثاني أول الكلمة التي تليها وجب تحريك الساكن الأول كيف يحرك بالفتح في من الجارة تقول إذن من الأرض طبعاً هنا أنت مش هتعاني من أي مشكلة لأنها متشكلة في القرآن الكريم بالفتح لأن إحنا هلاتي إلا معوبل الآن ليست فيها التشكيل أرجب علينا أن نعرفها لذلك يجب أن تجد في أي طريق في القرآن الكريم لذلك إذا كنت تتعلمها باستخدامها باستخدامها تتعلمها باستخدامها تتعلمها باستخدامها تتعلمها باستخدامها تتعلمها تتعلمها готов ذه، هل يقول هناك؟ إشتاؤ title أخرى يحب كل الم词 Dios هذه الغبيت هذه الغبيت تنتهى صفتة هذا الغبيت وهذه الغبيت تنتهى اشتروا ماذا تم القلب من قلب؟ هذه الغبيت تنتهى يجب أن تكون وهذه الغبيت تنتهى شكرا حروف المات أو ارنا تنتهى تنتهى سكون هذا هو لأنه يمكنك تجد هذا سكون على حرف الملح لكن هناك يجب أن تجد هذا اشتاد ثم الضلالة الضلالة هذا الضل لأنه يوجد شده لديه الضل 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 هذا الضل سكون و هناك أيضا كان ميزاIGHT الضلالة أيضا أَجْالو إنه صار صر قالsub فإذا وصل ما دورش تقول قالوا اللهم من بعش قالوا اللهم من اضمة النام فقط ثم هذه الوعو تحدث قالوا اللهم بعد الان مباشرة المظهومة تقفل الى هذه النام يبقى القاعدة تقول اذا كان الساكل من اول حرف من يحدث سهل قالوا اللهم في سورة المقرة لما خفر اولئك الذين اشتروا الضلالة والضلالة دي ضبه مش مش واحدة ماشي احباب احيانا او مش احيانا يعني الاصل الاصل في الدقاء الساكلين ان يحرك الساكل الاول بالكسر هذا هو الاغنب وهذه هي القاعدة يعني نعتبر دون استثمان او حاجات قليلة لكن تستطيع ان تقول ان اذا انتقى الساكنات كان الساكل الاول في اخر الكلمة والساكل الثاني في اول كلمة التي تليها يحرش الساكل الاول غالبا بالكسر الا مع من الجارة يحرش بالفتح ومع الواق سواء هنا الجماع او الواق اللينية يحرش بالضب كذلك في واحدة كمان تقول قبل ما نشي قبل ما ندخل على الكسر ميم الجمع ميم الجمع ساكل؟ طيب عليكم ههذه من؟ ميم الجمع? ايضم دائما ساكلة طيب اذا وصل المبعد بعدها كنت يبقى عليكم القتال كيف مقرأوها؟ بالضم أيضا يبقى عليكم القتال تمام؟ لما لو سكن الأول حرق مات هذه الواو أو يعني اشتروا عشان قرينا اختروا الواوة هاته الواو دي بالحرف عشان ما ما نشافتش الدنيا دي ضمر وهنا عليك امو القتال مين جمع اواو مينية بنعمل فيها اين تضمر طيب لكن في العموم في العموم ستجد ان كل هذه السواك تحرك سمكسر لذا يمكنك أن تقول 90% من القتال الأول كنت تحرك سمكسر يحرك الساكن الساكن الأول بالكسر غالبا يحرك الساكن أول بالكسر غالبا يعني أنا لما جاء قول عادا الأولى وأنا هو أهلك عادا عادا هذا التنوين هو عادا عن مون ساكنة تلها آخر اسم لفظا لا قطا يعني من طعفا ولا نكتبها المون يعني من هنا بس عالشان تلها هذا التنوين هذا التنوين صغير يمكننا فتحة المنون ولكن لا يمكننا فتحة المنون لكن إذا رأت فرصة محروعة المنون عادان فقط من التفيت بمرسة المنون عادان الان لنوان ثم لذلك نتحق شعبه كما هي صعبة وننتم في了حضة، فقط هناك المط수 ومن ثم في حصة المكانية ما يجب أن نقول؟ نضع ب rouge فح jue chefs لا يقول جيدا حسن OM تقول الله هو ال Lost وهذه الله الصمتى قل هو الله أحد نحن عددا من نقض في خواتهم الآية كيف نحن نقض في خواتهم الآية كيف حصلنا هذه الآية؟ can you connect these two verses the first one is قل هو الله أحد we always hop here but when we are able also to connect الله صمد look at the rule itself we said if it's tanui like this it is also tanui so we have to move it لأن أحد يسمى أن أحد يسمى أن الله يسمى سكوون يجب أن تكون قل هو الله أحد للاه الصمد إذا أردت أن تكون أحد للاه الصمد إذا أردت إن شاء الله حسنًا حسنًا كما √ ثم تقول الناس الأطباء هو الفئة intervention nelle جدا حسنًا علينا أن نفعل شيئاً مع المصنان لتحصل على المستقبل لأننا لا يمكننا استخدام المصنان لن تكون لديك مصنان لتحصل على المصنان لتحصل على المصنان لتحصل على المصنان لكي تستخدم كسراء لكل شيء ولكن بعض البداية تستخدم خطخاء ويأتي فقط مع هذه الأساسية وهي مِن مِنَا 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 ثم يبدأ سُكُوم و قَالُ هذا هو حرف مَا إذا كان حرف مَا ثم نضع حرف مَا ثم نضع حرف مَا قَالُوا اللَّهُمَّا ثم هنا عَلَيْكُمُوا الْقِتَابِ اشترَووو الدلالة يستعرعو الْضَلَالَ نستعرعوا الْظَلَالَ يستعرعوا هذا الط入 هل تحديد ذلك القاعدة براء العرقية؟ أولاكم ذلك إذا اجتمع ساكنات وكان الساكن الأول في آخر الكلمة والساكن الثاني في أول الكلمة التي تنيها وجب نحن الساكن الأول كيف يحرك غالباً بالكسب؟ هذه القاعدة يحرك بالفتح مع من الجار حرف الجار يعني يسقط الساكن الأول إذا كان حرف ماذ؟ يحرك بالضب في ميم الجمع وفي الواو المينية أول الثمانينية لأجدها فتحها بس هذه القاعدة سهلاً وما فيها مشكلة؟ فيها مشكلة سهلاً إن شاء الله سهلاً 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 إذا كان أكبر إذا كان لكم انتظار من خاطرين إن شاء الله إن شاء الله كيف يحرك تحكم واحدة أول مرة أول مرة ثم نتعرف إن شاء الله لا نتحدث لا تفكر عددًا يا أحباب تشكيل المصلح الشريط يسهد كثيرًا أو يسهد تقريبًا كل شيء من الانتلاو وما لم يكن هناك ساكن وليس عليه الحرقة يعني نستطيع أن نقرأ صحيحة لكن ده بدًا تحاول أن تشمع بين النظري والتطبيق يعني النقل الصوتي وطريقة اختلاف والنظري يعني هنا أنا بعمل جيد بي أو الحضارات من مثال هذه الكلمة هذه الكلمة نقرأها يعني مجرد لغة هذه الكلمة بقول انطلع صح؟ اتطلع وهذه الكلمة استكبر وبمناسبة همزة الوصد هذه لي أنا منكسرة؟ لأنها مش الوصد في الأسماء دائماً مكسورة في الأفعال ليها يعني التبصيل لكن خليها في الوصد الدرس المستقبل أنا بدي بقول انطلع استكبر تمام؟ قالي بي اسمها همزة وصد همزة وصد وصد ليه لأننا في الوصد بس قدر أعرف كيف حط ألف أبناء واستكبر واستكبر هو جموده في الأرض بغير الحق ما قد تش هو استكبر صح؟ أي اختبار عايز تعرف دي همزة دراسة ولا قطة؟ أعمل لنا بص بالمصحب خطوا هوا أبناء قد لا سنة يعني احنا مثلا في الأول سورة الأعلى قلوا ايه؟ اقرأ باسم ربي بنقطع الهمزة اللي هي في الأول فهم في الأول لازم للضحر لأنها ساكنة من عشر انت مساكن طيب لو أنا جت في سورة ابو الزم قلوا ايه؟ فقرأوا ما كأسر مهن ما قلش اقرأوا صح؟ فقرأوا يبقى الاختبار حتى تعلم همزة وصد تسقط ولا همزة قطة تنطأ قطف عليها رواقع وفالي قال دير وصد تقبل وطلا قال صاركد ألخ اننا همزة نسمناه همزة سأتضاف لماذا نسمناه كل حيان؟ لأننا نشبه إلى الأول قبل نشبه حسنا؟ إذن نبقى الواسل همزة تسقط احنا عرفين يكي حاجز مع همزة استكفهام صح يعني افعلت كده ليه هل فعلت كده همزة استكفهام زي زي هل بالظبط تمام? طب اذا دخلت هذه الهمزة يبقى همزة دخول همزة استكفهام على همزة الوسط وبالكلمة اطاعة او استكفار احنا بس لوشي مع الكلمة واحدة واحدة بنو ايه اطلع استكفر احنا لسه موصل ناشتنى من هذه. طيب ازاي انتقها? هذه الالف تسقط كلية ولا يكون لها اي اثر? اطلع الغيب ام اتفض عين الرحمن عهدا? هذا استكفهام. تمام? استكفرت ام كنت من العالين? هذا استكفهام. يبقى الفعال ايه? اذا دخلت همزة الاستكفهام. ايه همزة ايه همزة الاستكفهام. اذا دخلت همزة الاستكفهام على همزة الوسط تسقطت همزة الوسط. في المصحف انت تقرأها اطلع الغيب. استكفرت ان كنت من العالين. بس يعني جيد انك تعرف اصلحة لي ازاي الوسط بالحديد. اذا دخلت همزة الوسط. همزة always we call it like yes or no question. yes or no question, the question tool is همزة or هم. okay? when it comes you know before this word that starts with actually this is a verb. verb. so when this hand is kept in the tool of yes or no question comes and you know comes right after hamzat wasp like this with the with the verb. we just drop this hamzat wasp and and we call it and we read it. استكبرت ان كنت من العالين. اطلع الغيب. i'm just feel confused right now because when i started this i told you it's town. it's town. right? and open here ism. لا هذا فعل. اطلع استكبرد فعل. مش اسم. مشي احباب هو فعل. نسه هذا الظليم. الآن. two different questions before you leave? ok. تزارة ممت. براه ممت. س tooth girl. ممت. شكرا